انا ذكرت عن نظرة الله لنا وعطيت النظرة التاريخية كيف الكنيسة الاولى اتصرفت والممارسات اللي كانت تتمارسها الكنيسة الاولى السؤال التالت والاخير ماذا عنا اليوم من خلال حياتنا كيف بتتشكل شخصياتنا يمكن من خلال الخبرات الشخصية العلاقات الثقافة العادات الميديا بتلعب دور اهام العالم من حولنا كيف ممكن يأثر على المؤمن او على الكنيسة انا عاوز اقول لكل مشاهد افتخر لكن بنعمة وبمحبة وبتواضع انك انت مسيحي ارفض كل افكار سلبية عن نفسك اعرف قيمتك في المسيح يسوع انظر لنفسك كما ينظر الله اليك وعاوز اشجعك اليوم اكتسب عادات جديدة تعود تقول لي ما احنا ربينا في الشرق الاوسط وثقافتنا ثقافة شرقية او اسلامية او الى اخرى كيف اكتسب عادات جديدة ولما بتبتدي تقرأ العزة على الجبل على فكرة العلاج هو العزة على الجبل الكنيسة الاولى عرفت وحفظت العزة على الجبل انا مسيحي هذا بقودني للشكر والعرفان والجميل بما صنعوا الرب به شفنا ممارسات الكنيسة الاولى اليوم شو هي لغتك شو هو سلوكك شو هو تصرفاتك كيف بتلبس كيف تتكلم كيف بتسلك هذا كله تعبير عن هويتك ومن القلب يتكلم اللسان او من فضلة القلب يتكلم اللسان فانا بصلي اليوم انه فعلا تتغير امور في حياتك الخطوة الاولى انا ادرك انه انا محتاج انا انسان بروع على الكنيسة عندي ممارسات لكن بالحقيقة لما الله بينظر الى انا مش مؤمن فاليوم انا بدعوك تقول له يا رب سامحني صليها قول له يا رب ارحمني انا الخاطئ سامحني على كل خطيئة صليها قول له يا رب طهرني من كل اثم اغسلني بدمك الكريم قول له يا رب انا بدعوك الى حياتي حتى تكون سيدة واتوجك رب وملك على قلبي وحياتي واملأني بالروح القدس ساعدني اشهد عنك حتى اعلن فعلا انا مسيحي بنعمة الله في ناس يمكن كلمة مسيحي في بلد اللي انت بتشاهدنا تقاوم وتضطهد الرب يعطيك نعمة على الاحتمال والصبر وانهاي انك انت مسيحي تظهر فيك سمات وعلامات المسيح الرب يباركك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة